ننضم إلينا رئيس رابطة جرحة الجيش العراقي سيد مقدام الساعدي أهلا بك سيد مقدام في حصاد التغيير يعني لو نبدأ من مطالب الجرحة أعلم بأنه لا يمكن اختصارها بدقائق ولكن هل يمكن القول بأن المشكلة تكمن بالحاجة لتعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري لو عدل هل تنتهي المشكلة؟ يا الله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نشكركم ونشكر قناة التغيير ولكنه للأسف أنه الوقت كل شي ضيق أنه الجرحة يرادلهم حلقات حتى واحد يقدر يغطي حقوقهم حقيقة هي مهنانة احنا أولا ناشد السيد رئيس الوزراء أنه يكملنا مستشفى القوات المسلحة اللي موجودة هذه عندنا أول معضلة لأنه لأنه ما عندنا مستشفى تعرفين مستشفيات الخارج بينما يجيب خطة العلاج ما أخذ له بالسنة بالتسعة تشهر الجريح طبعا راح يبقى يظل يعاني فإش راح يسوي؟ راح يضطر أنه يسوي العملية داخل العراق في سبيل حتى أنه ينقذ نفسه وبالتالي أنه يجيب الوصولات مالتا اللي بالمستشفى ويرفعها إلى وزارة الدفاع حتى تصرف لمصاريف العلاج اللي يصرفها على نفقته حقيقة وإحنا أيضا طبعا حتى نكون واضحين وصريحين جدا بالنسبة أنه كوزارة الدفاع حقيقة إحنا نتكلم اليوم أنا مولي أنه منتسب في وزارة الدفاع أو لا أنا أدافع عن حقوق هاي الناس اللي الموجودة أيضا بواسطة الرابطة اللي هي جميع أطياف الشعب العراقي حقيقة إحنا نفتقر إلى مستشفى قوات مسلحة حتى يكون العلاج بها مباشر هاي وحدة اثنين أطراف يرادلنا أيضا أطراف عندنا قليلة جدا طب فقط للإضاحة سيد مقدان يعني أنا أذكر كانت هناك مستشفى متخصصة لإصابات الحبل الشوكي لمستشفى ابن القف العسكري كانت على طريق القناة الجيش ومستشفى الرشيد العسكري أيضا أعتقد موجودة بعد اللي حد لان أريد توضح للمشاهدين خاصة الجيل الجديد الشباب الآن يمكن ما يذكرونه وما يعرفون أن هاي الأمور كانت موجودة في السابق نعم حقيقة كانت هذه على مستوى راقي جدا من مستشفى الرشيد العسكري وحتى بالنسبة ل مستشفى ابن القف العسكري من وصارت كورونا ابن القف العسكري شالوه للأسف وحولوا بيها مال طلعوا شخص عنده بالحبل الشوكي طلعوهم من عدة وخلوا بيها مال كورونا يعني وهذا يعني مو حق بالنسبة لإخواننا الجرح اللي كانوا يتعالجون بيها طلعوهم وخلوا بيها مال كورونا يعني في حين عندنا قاعات وعندنا مستشفىات ممكن تستوعد زيان احنا عندنا تعرف اليوم السيد رئيس طبعا وزير الدفاع كل خميس يستقبل جرحة وعوائل شهداء عندك رئيس سركان كل ثلاثة يستقبل عوائل شهداء وجرحة عندك الفريق محمد حميد البياتي ايضا يستقبل عندك مدير الخدمات الشخصية قاعد بالاستعلامات مدير دارة المراتب قاعد بالاستعلامات اغلبية المديريات تريد تعمل مديرة المورة الطبية امرية تأهيل الجرحة والشهداء كل هذه تشتغل في سبيل انه تريد وصل ولكن احنا قضيتنا بالمالية اليوم احنا الجريح من تجي هاي معاناتها كلها الخفيفة اللي اذا تشوفوا انت اللي دا يعانون من عده هو انه يريد الجريح حقوقه انه يريد يحصل له قطعة قاب قطعة الارض هذه ما قاعد تطيهن لا البلديات ولا المحافظين انا اوجه رسالة الى سيد رئيس الوزراء المحترم انه يوجه نداء الى كافة المحافظين باعطاء قطع الاراضي للجرحة العوائل الشهداء والخلي تكون يعني خلي تكون انه فقط حصر العوائل الشهداء والجرحة ليش لان اكده تدخلات جانبية مجاي تخلي المحاضر تمشي بالبلديات حتى تستلم هاي الشرائح المظلومة من يتدخل بهذا الملف تحديدا سيد مقدام والله هي مؤسسة الشهداء اللي هي طبعا انطتنا هذه القطع الاراضي انه انت الجريح مستثنى عن مسقط الرأس للأسف بغداد نهائيا ما انطون بها ولا ذرة قطعة داع اتحولنا حاولنا نحول البابل للكوت لهاي المحافظات المجاورة في سبيل حتى ينطونها ولكن دا ننصدم او البلدية المحافظ امور اخرى دا يجوبون اسماء ما اعرف منين دا يدخلوها بالمحضر اللي يوزع بي قطع الاراضي فالذلك دا يصير الاشكالات لدي يخلوها شهداء ولدي يخلوها جرحة فاحنا اللي مع الاسف اللي ضحينا واللي ينطينا دا يصير ضحية لهؤلاء اللي ما قاعد ينطونا حقوقنا من قطع الاراضي وهي ابسط حقوق يعني العائلة الشهيد او للجريح زيان نعم وتعرفين ادنا مستلزمات اخرى يعني هزا احنا تركنا السيارة تركنا المنح عدت مصرف الرافد يعني اليوم العالم مطنت الجرحة ما كانت يعني سعنا من نريد روح اكفل صاحبي سابقا ما ممكن اقدر اكفله كفالتنا ما مقبولة للأسف في حين احنا كافلين الوطن بروحنا نطينا شهداء وهي الجرحة تضحت على كله قالوا التوطين وطننا الرواتب نعم الرافدين مصرف الرافدين انطى تعليمات انطى تعليمات انطى مصرف لحد الان الجرحة موطنة عندنا ما مدى ينطي اي سلف وده ناخذها يعني خلف الله على السيد فريق محمد البياتي واخونا ماهر الاعلامي ديروحون يستثنون بعض الجرحة وديرطوهم تضحت الصورة اكثر من خلالك سيد مقدام رئيس رابطة جرحة الجيش العراقي سيد مقدام الساعدي تود اضافة شيء معين تفضل نعم احنا اطالب من خلال التغيير انه يكون اتمنى انه السيد رئيس الوزراء يقابلني في سبيل حتى انطي كل ملف الجرحة حتى نخلص من هذا الملف الشائك اللي صار اننا احنا مو نذب عليه تراكمات بال ونتمنى ان تصل هذه رسالة عبر التغيير احنا نقول اليوم اذا سيد مقدام الساعدي لانه نشوفه يلتقي بالمواطنين يلتقي بالناس نعم حتى نقدر نوصل له لانه اليوم لا اريد اختصرها ما تختصر انا اليوم محمل امانة انه الجيش كله يقول لي ابو فرح اليوم تطلع على التغيير اريدك تحكينا بالمديل وهذا امر يعني نتمنى ان تكون الرسالة قد وصلت او الامانة قد وصلت سيد مقدام رئيس رابطة جرحة الجيش العراقية السيد مقدام الساعدي شكرا جزيلا لك 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 شكرا جزيلا لك